احضروا أحلى الأفلام بالعربي بالإنجليزي مسلسلات بالعربي بالإنجليزي جميع الرياضيات ومنها طبعا UFC رياضيات بعدين يا زلمي رياضيات من من رياضيات ولا كيمياء رياضيات رياضيات ها ارجوك ارجوك رياضيات هنطب هنطب خلص صف على اليمين شكرا أعزائي المشاهدين لو سبحتوا اعملوا لنا سبسكرايب على وطف شكرا أعزائي المشاهدين يا شكرا أعزائي المشاهدين يا شكرا أعزائي المشاهدين يا مساء الورد والاسمين عليكم يا شباب ويا صبايا معاكم طارق وأيمن من هوشي MMA وبنحب الرحب فيكم بالحلقة 138 من هوشي MMA حلقة اليوم برعاية ستارس بلاي ستارس بلاي أفخم منصة فيديو ستريمينج في كل الشرق الأوسط أفلام ومسلسلات بالعربي بالإنجليزي رياضة سيريا آه كورت القدم الرقبي لكريكت نزالات بالتعليق العربي والإنجليزي إذا حبين تدعبونا اضغطوا على الرابط اللي في الأسفل ونزلوا تطبيق ستارس بلاي وتابعوا ستارس بلاي عشان تدعبوا برنامج هوشي MMA واتساب شفت أنت آخر مرة قلتها آخر مرة وهي قاعدتها يا زامة ما بدك تعلقني لأنه كل شي بتحكيه بدايقني ما بدك تعلقني ما بعرف ليش كل شي بتحكيه هيك بزعجني ليش أنت هكي ما بعرف ما بعرف يا أخي مع أنه أنا كثير يعني أنت زلمة مستفز كثير منيح معاك أنا يعني أنا بطلع عليك أنت عم تحكي هلأ عم فكر جوي نعم أبو وجهك المهم في حاليا تصويت شغال عنا على الإنستغرام أنه بدنا نعمل حلقة لايف بس ردت فعلنا المباشرة وإحنا عم نحضر UFC 291 يوم 30 سبعة والناس عندنا على الإنستغرام نزلين تصويت طبعا التصويت طبعا التصويت لحد هلأ كله بقولك إنهم هيحضروا معنا وإنت ما بدك فبس حبيت إنه بداية الحركة نضغط أيمن شوي وأعزائنا المشاهدين أنا حابب أجي وأفتح الكاميرات لايف وتشوف ردت فعلنا وإحنا عم نحضر UFC 221 أيمن ما بده بس هذا اللي حكي يا جماعة الخير بس بعاتلي مسيج اليوم طارق الصباح بقول لي اسمع بدنا نعمل لايف واتش بارتي لا UFC 221 قال لي ليش قال لي ما بحبهم هدول يا أخي تسحى لأربعة الصبح عوج الفجر تبلش تسجيل تروح على ستوديو وخلص قال لي على عيني مراسي بعمل بعد النزالات أوكي رجرة بعتلي يلا يا زنمي قال لي ما بدي يا أخي جربناهم قال لي ما بدي هم تحكي أنت نص ساعة رايح راجع مع طالب قال لي ما بدي شو عمل بعدين سكت أنه خلص فهم راح حط بوست عن انستغرامي ودي حدر واتش بارتي بعدين بسألني ليش أنا مستفز شو ليش مستفز يا زنمي خلص شو الحركات هدول خلص قديش عمره خلص بدي بدك تعمل واتش بارتي بدك تعمل واتش بارتي ما تعملها أنت حر هاي الجمهور عارفين أنه أنا حابب واللي كتبونه كومنتات في آخر فيديو بدها لايف واتش بارتي بدها لايف واتش بارتي وأنا قلت لكم أنا عند كلمتي اسمع لو ألف واحد أجا هاي بحكيها لو ألف واحد أجا لايف على الواتش بارتي بعملها كيف بدي أعرف أنه حيجو ألف ما بعرف نزل لك إشي مين جاي مين مش جاي هلا نزلت نزلت مين حابب يجي آه ولا لا لو إجي ألف صوت ما راح يجي كل حكوا آها لو إجي ألف صوت تعملها لا لازم ناخد بعين الاعتبار أنه بجوز واحد من كل خمسة بيجي آه يعني بدك خمسة تلاف صوت يعني بدك خمسة تلاف صوت ولا عليك يا زلمي إحنا الماكسيم ستوري فيو عنا ما بتوصل خمسة تلاف دبر حالك شو دعون لك خلص بشتريهم المهم حلقة اليوم طبعا إحنا عملينا عادي فيك فولوور دبر راسك حلقة اليوم طبعا إحنا هيردد فعلنا على الحلقة الرابعة ما بين الكوتش زكر الجمهور شو هاي الحلقة اللي بنعملها أسبوعيا وشو الحلقة الثانية بنعملها أسبوعيا لأنه بجوز فيه ناس أو مرة بتحضر طب بدل ما تحكيلي أذكرهم هيا كنت أنت بلشت فتحت بوزك خلصني بدل ما تعطيني دارك بدل ما تعمل فيها مخرج وتحكيلي شو أحكي تفضل يا الله تفضل احكي للناس يعملوا احكي للناس بعدين هيحكي لي شو أحكي لهم طب يحكي وانا عم بسوق هون عن أبو وجهك يا سلم وانا عم بسوق هون عم بحكي اسم عروق اليوم طور روحك اللي ضول لوراك أحمر ووجهك أحمر فأصلا مش شايفك يا الله بدل ما تعمل فيها مخرج وتحكيلي شو أحكي تفضل طيب يا جماعة الخير نحنا هو شيء أمامي نعمل حلقتين من الأسبوع في الوقت الحالي واحدة من الحلقات نعملها عن The Ultimate Fighter سيزر واحد ثلاثين على طول بعد الحلقة يعني اليوم نزلت الحلقة اليوم نحكي بالحلقة وبس لو أضل شوي تويت مرات نحكي عن نزلات جاية أو نفتح موضوع هيك راندم فموضوع اليوم الحلقة الرابعة من The Ultimate Fighter حضرتها حضرتها طبعا حضرتها أنا بحب دائما أبلش بالنزال وأرجع رجوع أوكي أوكي كان عندك أي شك أي شك أنه حفوز جاد أوكي توقعت ويخسر لما بلشت أحضر الحلقة جماعة القفص عم بيحضرونا لما بلشت أحضر الحلقة توقعت ويخسر سألني ليش بديش ليش وين أنا عايش أنا عايش في تايلاند قلت خلصة كلنا هو ليه واحد بتدمرن مع دان هندرسون في شو اسمه نسيت اسمت جمتة بعد دان هندرسون واحد عم بتدرر مع دان هندرسون واحد عدلي في تايعر موت هاي بس لازم تدمج من وين هو هو داغستاني طيب خلص حط هاي مع هاي خد النص داغستاني وكان باليو اف سي كان باليو اف سي ما خسر كتير يا زلمي 18 تلاتة سجله 18 تلاتة سجله سجله الكامل مش يو اف سي تلات نزلات باليو اف سي كانت 2 واحد واحد اه يا زلمي انتصارين خسارة ووحدة نو كونتست شو رأيك بأداء اللي بنحكي عليه هلا داغستاني تايمور فيليف ممتاز والله مان مان عن جد اه صدمتني ليش مان ما حسيته كتير تعب بسرعة ابدا لا ابدا لا حسيته تعب ايمتها بعد ما نزل من ال باك كنترول لما كان اخر الجول الاولى اخر الجول الاولى حسيت تعب شوي هي بتتعب هاي مدلك واقف ما اختلفنا بس لا ابدا لا وحتى بعد بعدين مش كبير هو شكله كبير مش كبير بس برضو بعد سلسلة المصارعة اللي صارت في الجولة التانية حسيت اخر الجولة التانية عم برمي انه بس بشان الله بدي الجرس يرن ما حسيتها ابدا حسيته بس انه خلص عم بمشي يرن الجرس لانه عارف حاله منتصر بس هاي خطرة طيب كان عندك اي شك انه فاز الجولة الاولى لا 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 هو فاز الجولتين بجدارة لا بجدارة هاي مفروغ منها بس ما استغربت انه دينا وايت وكونر استغربوا دينا وايت ما استغرب دينا وايت اول مرنج لما قالوا عندنا قرار لف عليها جمه بس بعدها بعدها لما حطوا الكاميرا عدينا يحكي جهته منظره حكا انا شفتك جدا متخارقة شفت هو اول لا اتوقع اتوقع انه انه كان اصدق انه كانت لما كانوا على الواقف بعدها لنا بس لمصارة المصارعة لا لا حكا راوند وان كانت شو بي اتوقع شو بي ما في اي منطق من انه انت تقول انه بس برضو للناس اللي ما بيعرفوا في المقاتلين بيلعبوا جولتين لو ما كان فيه قرار حكام واضح بيعطوهم جولة ثالثة فمش بالضرورة انك تفوت جولة ثالثة اتوقع يمكن هذا اللي شوي خلى تيمور يفلت زيادة عن اللزوم عشبه بالتالي حسرتوا باخر تاني كتير تعبان انه فتح البنزين على اخر بجوز من بس انا ما شفت الشفتو انت انا شفتو بس انه زلم ناضج بخضرم فترين باللعبة وعارف حاله شو عم بيسوي من تايمين 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 بيخوف يوم بي محلاهم هذا بصراحة لو بترسم تكتب كتاب عن كيف تعمل تايمين بالأمامي لا في الجولة التانية اول تايمين حوالها من اللي نزلهم من ناحية ايش بجنة ما مش عارف لش انا مش كتير مش كتير مغرم بستايل لا انا حبيته توقعت منه سيطرة اكتر من هيك لا لا حبيته حبيته طيب بس برضو بس كتير ماتشاب سيئة كانت واحد تمني ثلاثة واحد تمنطعش يعني شو كان اسمه شاب تاني تريفل ويلز طيب تريفل ويلز صاروا اربعة تيم تشاندلر صفر تيم مكريجر اربعة صفر طيب فهمنا انه في في تيم تبع تشاندلر اللي هن الفترانز المخضرمين وفي تيم تبع مكريجر انه هن الصاعدين صح وبلعب دور طبعا هاد الحاكي بس انت برأيك لأي درجة بلعب دور الكوتشين كتير باللعب نشوفه هلا كتير يعني لو نفس الفرق بس عكسته كوتشز بتلاقي فرق ما بتوقع تقلب أربعة صفر جد بتوقع انه كان تيم تشاندلر كان ممكن ياخد له واحدة يمكن تنتين لو كانوا مقلوبين اولي كمان شوف لما كانت بنهاية هاي الحلقة لما قالك تريفل ويلز يريتني تبرنت مصارعة أكتر كان ممكن أخدها هو بالولد يعني حاول تيك داون ومصارع هو اذا فوق رسلر يعني الولد جاي من من خلفية مصارعة انه هو عم بيقول لك انه انا ما ايجاني التجهيز اللي انا كنت بدي اياه هاي بحد ذاتها مشكلة هاي بحد ذاتها مشكلة وإحنا سيما حكينا الحلقة الماضية هلا هذا النزال كان مفروض للناس اللي ما بتذكروا هذا النزال كان مفروض يصير الأسبوع الماضي عملوا هذا الأسبوع ليش؟ لأنه تريفر ويلز كان طلع له عافنة في وجهه شعر في وسلم بسه موجود كولد سور ف ما بصير تلعب وانت عندك هاي لأنه الهاب وممكن تعمل انت تعدي تعدين خاصة متبعك فلعبوهم على مية و 42 هم بلعبوا على مية 35 لما انت الكوتش استعونك عم بقولولك انت كتير أصغر منه اجبروا يلعب على مية 35 حيكون هذا ادفانتج إلك انت أريدي الشك بيبلش إيش يشتغل معك من الشك أكبر شك الأجاني من من تيم كونر إيش كان في حركة عملها كونر ما رضع تليفون ما اتصل شانر لا لا انت هاي متوقعها هلا بنحكي فيها هاي بس لا إلا لما كان عم بحكي عم بيعمل هيك مش عارف لسه عم بيعمل هيك بدي حدا يبهرني ما بحرني من يفكر حرك انت شو يبهره مين انت يا زرام جايلي بهالبدل البهلواني انت مش دينا وايت انت مش دينا وايت مش هم هدول شغلتهم مش انهم يبهروك شغلتهم انهم يتعلبوا منك ما رح تعال بعدا ليش جايب ستيفن وندربوي جايب ستيفن وندربوي تومسون في اليوم اللي انت عندك نزال مع تيمور فاليف يعني من اسمه مصارع داقستاني من اسمه انت المفروض تكون جايب جعفر نامقبادوف ولا عباس جعفاروف مش اسم عربي او ايشي عربي بالاول واخرته او زي ما انا كاتبك في التليفون عندي ايمان خطانوف انا هيك مسجدك بتليفوني طيب والله بحكي جاد طيب صدقك يا اخي رين علي بتشوف ما بديش رين علي ايمان او خطانوف ما عنديش رقمه فليش تحطوا لش يعني انت جايب لي تلعب ضد تيمور فاليف و جايب لي ستيفن وندربوي تومسون يعلمك كيف يعمل جيب شي يكملك مش شي قواتك مش فاهم هو بجوز مش عارف مين هو غاليف ولا بيعرف انه مصارع ولا بيعرف اشي دعايا ايمان شو غبي ستيفن وندربوي تومسون مين مديره بس خلص الباقي عندك طيب نفس المدير تبع كونر ولما ايجا كونر لما عرضوا على البرنامج ووافق وافق لهم بس انا عندي شروط بدي اجيب تلاتة اربعة من عندي اللي هم بما فيهم بلاد كوتونا لي هامند وكمان اتنين اللي هم فهو ما خدها ما اخذ الموضوع كله دعايا مش ما اخذ الموضوع بجدية ابدا وما كان موجود بالاجتماع اللي قاعدوا فيه ولا رد على التليفون ولا حكى وصل خبر مع دينا وايت يا زراميت انا امتن صار مراسل عن كونر دينا وايت انا امتن صدمت لما تشاندلر انا بدهم يتفقوا على الميزان بدهم يتفقوا على الوزن مدبرها فشاندلر برن على كونر مين برد عليه واحد امريكي بقول له اوكي حقبره السكرتير تابعه وما حاول يجبره على المية خمس وثلاثين مرا عليه هو بعت له واحد من الكوتش يستعونه ويحكي معه انت ليش خايف تروح تحكيها مع شاندلر شو تجوبونه هذا مش خايف بس يا انت خايف يا زراميت يا انت خايف شو خايف بتكاشر تواجه ليش ما يواجه يا انت مش موجود كونر خايف لا سوري بس هذا ايش غبي حكيته لا ما بعرف كونر يخاف تريد على التليفون يا زلمة تليفون يزم ما بده تليفون تفكر حاله فوق كل حدا تبعت الكوتش تبعك وشاندلر برود على الكوتش تبع بقول له لا يا حبيبي انت زلمتك اللي طلع له الالتهاب هادف وجهه مش زنب المقاتل تبعي فمش هخليه يجيب الميزان كمان مرة جاب الميزان اخر مرة وانتو اللي انسحبته فبدنا اياها على 144 فاوضوا على 142 بس بدو ما يحكي معه معنا وبالتمرين جايب لي ستيفن وندر بوي توبسن والتليفون بترتش عليه طيب واثناء النزال انت مش في الكورنر واقف ورزة اخر مرة اذا بتتذكر اول حلقة من هذا البرنامج تف سألتك سؤال مين حيفوز بين شاندلر وكونر شاندلر حيمزعو بس هلأ تغير السؤال اي جولة حيخلصه لا سؤالي كالتالي عمره عمره حنشوف لا تاندلر ضد مقرغر لا عمره حنشوف مقرغر لا في الحلبة لا ابدا ابدا وكليش انتهى هذا انتهى انت كان عندك قبل يومين انك تدخل على على شو اسمه على مجموعة الفحص تبعت اسادة فراحت عليك هاي الفرصة فانسا انك تلعب بالالفين وثلاثة وعشرين ما بين النايت كلابات اللي عم بتروح عليها والمونيك والحمامات والمونيكو اف ون والحمامات والبي كي اف سي واقف قدام مايك بيري كأنه هذا ايش الواحد يعمله لا هذا البني ادب ملوش خاص في كل الام اي بي ولا خاص في الي اف سي ولا في حياتها كثير هتشوفه انتهى 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 خلص وخبط لي عليه اكس هيك وكمل طريقة اللي عم بيعملوا بحاله شو حكت لك اخر مرة هذا اخرته زي تايسون مفلس زي مايك تايسون نفس مايك تايسون وبس ينزلين زي ينزل ما حدا حيقيمه راجعته بصرحة كيف ما حدا حيقيمه حيرجع زي ما رجع مايك تايسون ليش بيعملها لا مش اطل عمره مايك تايسون بيعملها اه غايت السب bang حيرجع زي مايك تايسون انه هيكتشف غلطه حيندم على كل اللي عمله حيقتذر من كل الناس اللي هو ازاهم وهيصير بودكاستر اه hơn ятно هو وهيصير بودكاستر ولهجا يبني حاله من اول و جديد وهيه انتهت المكالمة مان بس ليش بيحط تعرف الشغلة هلا في كذا حدا باليو اف سي هيك صار فيه صح كتار كتار بس اكتر واحد انه نحن مستعدين ننسى كل شي سوامين جون جونز جون جونز جون جونز عمل اللي عملوا ميجرغر واكتر كمان اه او لا دعس واحدة حامل يا زل مهرب ما دعسها هو دعمها سوري سوري لو سمح وما دعس واحدة حامل هو دعم سيارة واحدة حامل وهرب لا مش سيارة لا دعم سيارتها مش سيارة دعم سيارتها يا زعم دعمها هي اه دعسها هي اه يبقى دعس واحدة مش دعم واحدة دعم واحدة جثتها مش سيارتها يعني لا انا فكرتوا دعم سيارتها دائمان خربت بجوز انا غلطان انا اللي بعرف انه دعم سيارتها لا انا بعرف ان دعمها هي زي ما هي هلا ما نشوف اديم كتير الوسط بس عمل المليون شغلة بعدها بس برجع بس شو آخر يعني بعد السكرة وبعد الليلة هاي اللي بيخبس تاني يوم بتجم آه برجع وبرجع على الفايت وأول ما شوفه بالحلبة تنسى كل ماضي لأنه برجع لأنه بيخلي مواهبه وحبه للرياضة يجي فوق كل شي ما أنت شفت شو عمل بعد ما دخل صلاة المشاهير بعد ما دخلوه على الهول الفايم لليتها لليتها الحبس بخبط رأسه بسيارة الشرطة يعني مجلوم مجلوم ما هو لا حبة بس بس برجع 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 بيخلي أمامي فوق كل شي دايما آه هلأ شوف قبل ما يفوز على دانيل كورمي بقولك قبليها بليلة هو كان طالع وسهران وهذا اللعب مع دانيل كومري وانتصر لا غاستفسن مش كومي غاستفسن غاستفسن آه غاستفسن بس المهم آه هذا الفرق مان كونر عنده بزنسز وشهرته غير وعنده الويسكي وعنده أبصر شو خلاص ما بس لبرجع اسمع جون جونز مش فقير أوكي خلينا نكون واضحين مع بعض جون جونز مش فقير مش فقير يا أخي مش فقير جون جونز بس كل حياته الأمامية عم بحكي بس خلينا شوي خلينا شوي خلينا بدا من أنت فتحت موضوع جون جونز خلينا شوي نعطي حقه أوكي لأنه بعد آخر بعد آخر مصيبة اللي عملها مش همعطي حقه لا استنى معي بعد آخر مصيبة عملها وقال خلاص أنا طالع على الوزد الثقيل من ثلث سنين ما عمل ولا إشي هدوء تام تمرين لعب رجع على الحلبة دمر سيرل قان هلأ عم بطارد وراستيب ميوتشيش وما عمل مصيبة بعد سيرل قان مع أنه إحنا كان الكل مرتعب بعد انتصاروا على سيرل قان أنه خلاص يناهي اليوم اللعب مع سيرل نلاقيه في السجن ما أخبص أو ما لا ما نلقطوه بيخبص لا 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 هو يسمع راح على راح على البنايت كارب وورجوك الفيديوهات ما أخبص أبعرف ما أخبص آه شفته ما شرب الزلمي شكلوها استقام إلى حد ما ممكن ممكن تلت سنين ورس كل مرة بصير فيه شوية استقامة هيك ساعة طول فترة آه بس بعدين بس المهم مش فارح رح ننسى إيش ما عمل إذا ضلوا يعمل اللي بيعملوا رح ننسى ننسينا وخلصنا كونر أمتى أخبار رفازي يا زلمي أبس ست سنين يا زلمي إيش أمتى أمتى كانت تبعي تسلوني تلت أربع سنين خمس سنين اللي هي طب أسلك سؤال هلأ أسيبك إحنا من موضوع كونر خلص زلم أنت هنحضر للبرنامج وحنضعنا نعمل كل شيء عم بيصير مع كونر هلأ وسمعته وعدم تواجده بالتمرينات وبالشو كله شو حيأثر هذا على سهم البرنامج يعني أنا برأيي عم بيغيروا لقطات عم بيغيروا إيداتين عم بيعملوا شغلات لو يحسنوا لو يزووا لو هذا عشان أنا هيك رأيي ما بعرف جوز غلطان بس مستحيل ما خسروا أكتر من خمسين مئة من جمهورهم هو نوي مستحيل ما نوي إحنا نعرف شو الأرقام ولكن أنا أتوقع إنه كان ممكن يكون كتير أكتر من هيك ما حدا عم بيحكي بالبرنامج أصلا ما أنا اليوم أول مرة بحضر البرنامج وحن بحكي لحالي أنت مش طايقك آآ دائما كونر أوكي ممكن إشي هذا بس بظلوا كونر جوا أنا عم بتطلع عليه اليوم وحن بحكي أنت مش طايقك هي اسمع كمان أول مرة بتصير هاي من أول ما بعرف كونر بس كمان دافع إنك تحضر لا أنا بالنسبة لي لا يش لأنه مش طايقك يعني عم بيستفزني يعني ابعد عني بس أنا مبسوط على شاندلر ما أنا عم بيبنوا نجم بشاندلر أحساب كونر بالزبط هذا اللي أنا مبسوط منه بالزبط بالزبط عم بيبنى اسم شاندلر بهذا البرنامج بالطريقة اللي عم بيورجي حاله فيها كالرياضي المثالي زلمة تارك مرته وتارك ولاده وتارك عيلته و متوفر للمقاتلين تبعه مدرب شاطر وهو الفريق بينه هو وراين بيدر روعة بصراحة كتير حلوين كثنائي كثنائي تدريب أنا مبسوط على شاندلر خليها ذاك يولي أنا هلأ سنت عم بحضر عشان شاندلر مش عم بحضر عشان هداك هداك أنا بدي الفريق تبعه يتمزع وكلهم براد كوتونا براد كوتونا مع شاندلر الوحيد من لأنه من أنا ليش بحبوش لكتونا معرف ليش من وقت من أيام بريف من أيام بريف مع نزاله باع حمزة القوهجي مزفت أمل من هيك من يقدم مافي تحسهم زيت بهذا الوحيد من فريق شاندلر اللي بديه يخسر ورجونا إيش حيصير الحلقة الجاي ما بحضر ضحكوا علينا آخر حلقة إنه بدوش يكون بفريق شاندلر ما بسضحكوا علينا آخر حلقة طيب مش آخر حلقة ورجونا إنه صار في دراما ودفش بس في منطق في منطق هو صاحبه لكونر من فريق فريق كونر وحطينه مع تشاندلر أبصر شو حيصير للحلقة الجاي طيب إن شاء الله يروح حفريق كونر ويخسر عزة طلب بتكون هاي بتكون عزة طلب طيب مان 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 الله يعينه الله يعينه من هو كونر الله لا يهي الله لا يهي والناس بدهم شهرة وبدهم هذا طلعا شو بصير معاكم بالشهرة زي ما حكينا كل أسبوع هنحكيها في ناس بقدروا يسيطروا على هذا الإشي في ناس لا المهم قد ما أنا بطيقوش لا إزي أدى ثاني هاي ها بدك تحترمه بالأخير غصبا عنك بدك تحترمه وآخرتنا اسمع أخرتنا أنا وياك نقعد هون نحكي اسمع صورت أحبه هلا مش شوف بغض النظر صورت أحبه ولا بصر تحبه بس لا يبطل التتشاي هاي النص الحلقة اللي بيعملها بالبودكاست واحد واحد من أعظم مقاتلين المية خمس وتمانين في تاريخ في تاريخ يعني إذا ما فيه إشي اسمه أندرسن سلفا حيكون فيه إشي اسمه شو اسمه أدسانيا إزي أدسانيا غصبا عنك بدك تحكيها نحن فيه ناس كتير بكتبوه أنه إنتو هذا إحنا لما بنحكي لكم أنه ما منحبه إزي أدسانيا ما منحب شخصيته وتصرفاته ولكن هو كمقاتل واحد من أعظم المقاتلين في تاريخ الـ UFC بس تعرف أنه بحترمو لازم تحترمو مش بس مهاراته يعني فيه شغلات بشخصيته أوكي زنخة شوي هذا بس بحترمو مثلا فيه شغلات بيعملها تسعة وتسعين مئن مقاتلين ما بيعملوها مثلا بعد الخسارة شو بيعمل أول شي لمسك المايكروفون أول شي بعد بروح البوستفايت براس كونفرنس ما في حد بيعمل صح من الأبطال بعد الخسارة على طول بتذكر كان هو عامل حلقة مع أريا الحلواني على دائما مي آور حقا أنا خسرت أو فوزت جاييك بعد هذا وأجر وراح مان هاي ما فيك ما تحترمو عليها آه داريوش أعملها هاديك اليوم حضر على سبيشن انتقر بس على على مستوى بطل غير بصير عندك شوية هيك شام شغلة تانية اللي بيحترمها فيه المقاتل الوحيد اللي أنا بعرفهم من اليو أف سي اللي لما بيكون منتصر لما بيكون منتصر بالحالة بي بنقي خصمه الجاي أكتر واحد مت متحكم بمستقبله باليو أف سي هو إيزي أدا سانية إذا بتشوف إذا بتلاحظ بعد كل انتصار فلان لفلان وبيكون فعلا فلان فلان هو نزاله الجاي مش زي بقية المقاتلين تركها تركها لدينا وايت والربع فلازم تحترموه المهم فكرك عمرنا منشوف إزي ضد جون جونز لا مان نووي جد أنا بقوله نشوفها بشي يا زلمي نووي على أي لا يا رجل مان إذا بوهوفيش عمل هيك بأدا سانية انت بتخيل شو جون جونز ممكن يعمل فيه مان بيمزعه مان بيمزعه مزع هيك بس هاي لو صارت لو صارت جريمة بتكون بس هاي بتكون من أكبر الفايتات في تاريخ منظمة بعد حبيبو كونر ضروري تكون من أكبر الفايتات في تاريخ المنظمة لأنه زلمي اللي حيعملوا ليلتها حيصرف وبقية حياته في المستشفيات مش له الدرجة شو مش له الدرجة يا زلمي إزيان بلوهوفيش شرشحه لا ما تنسى ما تنسى ما تنسى من جون جونز ما كان لايت هافي ويت طلع شو صار معه مع دوم ريس طلع شو صار معه من حكيانك الرجال شو كصاير انت قبل شو لس بتحكيها لحالك بعرف لا كان عم بتمرن بس ما فيك تعمل أمام الماث عشان اللي عمله آخر مرة لا كان عم بتمرن بعرف بعرف يا أخي آخر فترة 250 وخمسة كان سكران مش عم بتمرن مش عم بروح النادي بعرف بس ما فيك تاخد من 30 ثانية من فايت مع ما أخد كارير ما أخد أنا مسيرة طيب المهم مش هلأدة بقول لك جون جون بفوز بس مش اللي عم تحكيه انت جريمة ومجريمة جريمة قتل بتكون مع صبقة الإصرار والترصد المهم شوفت أنا أخيرا الكليب اللي انت حكيتلي عنها الأسبوع الماضي جون جونز وفرانسيس إنغانو في البي افل نفسي أفقاعهم التنين كف ليه شوف هذا أكتر نزال العالم كله حابب يشوفه حلو هذا الأكتر نزال العالم كله حابب يشوفه وسمعت أنت الحكي بينهم هلأ فيه أنت عندك لوم ممكن ينحط على فرانسيس إنه أنت ما ظليتك في اليو اف سي حلو وعندك لوم ممكن ينحط على جون جونز إنه أنت اللي غيبت تلت سنين وإذا لمكان قاعد في اليو اف سي مستنيك ولكن حاليا التنين هدول بدهم يلعبوا بع بعض ولو بدهم المنظمات يعملوها بتنعمل لو بدهم يعملوها سمعني منيح لو بدهم يعملوها بيعملوها عزك اليو اف سي لو بدهم اليو اف سي على الاس بي ان والبي اف ال على الاس بي ان فما في والله أنه أنت عندك كونفلكت ما بين الإذاعة أو منصات البث ما حكينا ما بيعملها دينا دينا وقت ما بيعملها بالنسبة له إشي شخصي وحطين لك جون جونز لابس تي شيرت بي افل هلا صح لأنه هو كان في كورنا لابس تي شيرت بي افل وبالبي افل وقعاديين بيبسكوا بعض آه وانت وحجبك وانا الكنج وما انا الكنج أكتر إشي مستفز في العالم أنه أنتو التنين عم بتورجونا النزال إحنا أكتر نزال في العالم حابين نشوفه وعارفين أنه مستحيل نشوفه يعني روح ندفنوا انتو الجوز طب اسمع عندي أعم أفكر بشغلة يا أخي فرانسيس نغانو طلعت أنا على الروستر طلعت على كل شي مع مين رح يلعب مان ولا حدا PPV ديفيجين تعطيتم تفتح 2004 وشنين فيش حد يلعب مان بس حتى لو فتحت هلأ مع مين حيلعب ما في هلأ فئة يلعب فيها ما في ما في ولا حدا مان ما في وحرد ما في فئةها وهم جايبينه عشان يبنوا البزنس تبعية الباي بر فيو الدفع مقابل المشاهدات هاي البزنس مش موجود عندهم ليفتحوها 2024 عساس انه هو هلأ حيلعب حيلعب ملاكمة قبليها مان بس مش عارف يعني مش عارف أنا اللي قاهرني انه انتو طيب يا جماعة ديزني مش عارفين واحد فيكم يرفع التليفون يقولهم اسمعوا وان فايت هم الواحدين اللي ممكن يمشوها على اندفر مان ما اسمع لو كان تسعة وتسعين بالمية دينا وايت مقتنع انه جون جونز بفوز برضو ما بيعملها مش بكيفه ما بيعملها بقولك لو اجلت بو كارمي من ديزني مش بكيفه بدك ميكي ماوس يرفع السماعة مش بكيفه من لو اجت من ديزني مش بكيفه حبيبي هنا بالماتش ميكين بزنس لو اجت من ديزني ما بتيجي انه هاد على الاسبن وهاد على الاسبن ما بتدخلوا وهذه المشكلة انهم ما بتدخلوا لا لا شو تخيل في حكي حيبيعوها اشي في حكي انه حعملوا سبين اوف من اسبن انه ديزني حت حتسير اسبن اشي لحالها بعيدة عن ديزني يفصلوهم عن بعض اللي عم بحكوا مان سمعت انا انه عم بفكروا فابريسيو فردوم نعم مع مين يحطوه مع ستيبي فابريسيو فردوم مع ستيبي سوري مع مع انقانو الله يا رجل انه تخيل وصلوا مرحلة عم بحكوا بهذا الموضوع مان رجعو لنا اوفرريمو خلص ما هو بالبيافل بعرف مان ستة وعين سنة وعمره والله ابصر شو مين ضل مان مان ما في حدا جي دي اس جي دي سانتوس مين مان اذا اشترت البي افل بلاتور اه مين فاديم نمكوف لأ 205 في النمكوف بده يطلع تشعيه فارق الحجم بين نمكوف و وينقانو اه بس بده يطلع غير حجمه كم سنة بده لي وصل لمتاستين فاديم نمكوف يعني ما ضلش اشي عنده بدك تشوف الهافي ويتس راين بيدر لا مان شوف راين بيدر اذا بي افل ودمجوا مع بلاتور هو اصلا باديم بده يطلع على بالوزن عشان يفوز على راين بيدر البطل هو فاز وزمان اه باللايت هافي ويت صح فاديم فارجع بقول لجماعة شو تايم شكرا على انكم كتير حلقين لل للوطن العربي كله حطونا شوية بلاتور هتخسروا شي غرفي قرفكم اسمع بكرا لو اجتنا شو تايم اقولولا خد خدوا سبونسرشيب شو حسير بعد ما انا اطعيح فيهم صلني ثلاثة سمية منغيل حكي المس التشيرت ولمس الطي ومبيع المبادئ كلها زعيم اسمع على اول لفة هيك بفتح الباب ومزو هيك المبادئ برا يلا يمشوا هو حبا في بلاتور فغاسبا ارهم انهم يفهموا يعني من الانترتينمنت فاليو تبع بلاتور بجنن يا ظلمة فيه كارتس حلوة من فيه كارتس حلوة متعة بيتس و سيرجيو بيتس وبيتبول بيتبول من سيرجيو بيتس بنى اسم لحاله هلا رح يتعدى اخوك من شو حيل انت من بيتس وانثني وسيرجيو شو ها صايلين زي نيت ونيك من كيف فاز على بيتبول من مش طبيعي من سيطر وكل حدا كان حاكي انه خلص فاز رح ياخد ثلاثة احزمة اول واحد في تاريخ ياخد ثلاثة احزمة يعني قال لهم بيتس وان راحين تعالوا 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 ورشيك تعالوا فاهمين الدنيا غلطة كتير اسرع منه من كان كتير اسرع منه رهيبة من انا طريد اعمل ستريمينج بيصمت باليو اف سي لو رجع على اليو اف سي سيرجيو اكيد من هو خسر باليو اف سي صح خسر باليو اف سي بس ما اطول باليو اف سي ما اطول لا ما اطول باليو اف سي كان صغير مان كان كتير صغير وبيتبول تغريج على اليو اف سي خلص كبر هلأ بيتبول لا انسى بيتبول بيتبول هيخلص مسيرته بل cupcakes أظن أحسن مقاتل برا اليو اف سي في تاريخ جميع المنظمات أظن هو وفيدور فيدور حكوت حكين لك هو فيدور هو وفيدور وبدك تصبر شوي على على اي جي مكي فالنار انت والله فهمني على اي جي مكي بدك تصبر شوي على اي جي مكي تنشوف شو حيطلع منه طيب شو عندنا بإفنتات هذا الأسبوع يجب ما حكينا عندك شو اسمه مش هنري سودو عندك هذا الأسبوع شو بعدين معك من أمت جوش أمت وحكينا فيها كتير آخر مرة حكينا منيح فيها جوش أمت وشو عم بيصير بذكرتك وياير رودريغز صح لا لانه اليوم كنت عم بفكر طول النهار اني شفت اعلان فاين اللي تبع سهودو هنري سهودو وش اسمه صعبة على تشيتو كيف انا عطيك الخبر هيك صعبة على تشيتو كتير صعبة على تشيتو ما تستهل بشيتو مش صعبة صعبة مش الكلمة الصح نقلة نوعية نقلة نوعية نقلة نوعية على تشيتو غير انت تواجه واحد زي هني سهودو سهودو كان ها على طرف انه ياخدها من من شو اسمه من صاحبنا ايش مالي انا اليوم الجمين 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 سترلينج ايش مالي انا ما بعرف من بدك فيتامين بيتولف هستاريت على بدريا بدك بيتولف بدك اشي اه كعالا واش ناك اخدها من من الجمين بعد غيبة شو تلت سنين سنتين سهودو مش سهل ما بعرف طيب فالمهم انا برأيي هنري سهودو القديم ما حنرجع نشوفو صعب ستة وتراتين سنة خالص صعب صعب بالوزن هاد صعب صعب تعال نعطي للجمهور مفاجآت مين هيجع البرنامج بثلاتة سبعة او او بدل تعطي هلا اه يلا فش يلا روح دوس بلالة محمد حسب طلب الجمهور طبعا بولي بي بولي بي حيجع البرنامج بثلاتة سبعة هتنزل على القناة الإنجليزية على القناة الإنجليزية هلأ عم نحكي لكم محدش يزعل مش تزعل محدش عص قناة الإنجليزية بلالة محمد ما رح نقدر نترجم لو فينا نترجم والله ننجرب بوعدكم نجرب بس على ما أظن صعب رح تكون الترجمة بالضبط بلال موين هلأ صدمني لما بعدت له وين عم بيدرب يقين رودريغز بالمكسيك ممتاز صدمني شكل عم بجهز هو تيجي الأسبوع الجاي على البرنامج اللي مشغول بالمكسيك أنا بعرف بلال أنت مش تبع مكسيك شو عم بتخبص بالمكسيك يا ابنية عم بيدرب يقين رودريغز فهاي بفوت تعطيكي شوية نكهة لشو يقين رودريغز محضر ولكن يمكن المفروض ما كان أحكي لأنه ما حط إشي على السوشل ميديا فضحت الدنيا عادي من شو شو ده كون فضحت الدنيا ليش شو فضحت الدنيا عم بيدرب ما حكى هو ما حكى ما حط إشي أونلاين ولا يقين حطت أونلاين شو يعني خلاص صرت حكيها دخلنا بالحيط إزا صرت فضحت الدنيا فضحت الدنيا ما يش دخل دخلنا بالحيط وخلصنا بس هاي بتعطيكي شوية نكهة لشو عم بيحضر يا إير رودريغز لفولكنوفسكي آمن ما بده حدا زي بلال بده حدا يهديله لعبه بده حدا يفهمه لأنه هذا التهور تبعي إير رودريغز خف التهور تخيل أنت تعمل ميكس يا إير رودريغز وبلالة محمد هيك تعرف تدبج مهارات وستايل وحركات وبحلوانية يا إير رودريغز على البرشور الاندفاع والمصارعة تبعد بلالة محمد يا لطيف مان ها بس يعني بده يعطيه كم أسلوب جديد ويحاول بس مش هيعلمه شي جديد من أول وجديد حلا أنت شوف إنك عم تتمرن مع بلالة محمد بحد ذاتها أنت أريدي حاطة قدامك جسد بعرف ما بعرف يعني قدامك أريدي أنت جثة مع بلال زي صبت الكونكريت ما شاء الله عليه لما يكون مش ما فيش فايتات وزنه بال مي وتسعين أنا عم بفتح الدنيا كتير خلاص خليني ساكت المهم خلاص خلاص حسد بوزي خلاص حسد بوزي طيب حاب تعمل الأوترو شوف الأدب شوف الأخلاق طيب شوف الحنية انتهينا من الحلقة هيك لا فيك شغلة واحدة واتش بارتي 37 لا نعمل من الستوديو نفتح الكاميرات وتشوفوا أنتو ردت فعلنا مباشرة يكتب لنا في الكومنتز تحت يكتب لنا في الكومنتز تحت وأنا حجب لكم أي منع ساعة 5 الصبوع على ملو وجهه أجروا لكم يا من ديني على الستوديو خمس الفجر 37 لا في واتش بارتي في واتش بارتي في واتش بارتي فيه 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 بما عندك انت بلشت يلا انت عمل آلترو طيب شكراً لكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين شكراً على متبعدكم إلنا وعلى استباعكم إلنا لو سمحتوا تابعونا على الانستجرام هوشي وعلى كل منصات البودكاست إرغامي سبوتفاي أبل بودكاست جوجل بودكاست وينما بتلاقوا البودكاست تعونكم وطبعاً على اليوتيوب يا ريت تضغطوا سبسكرايب وابعتوا البرنامج لكل صحابكم وإذا حبين تدعبونا اضغطوا على الرابط اللي في الأسفل ونزلوا تطبيق ستارس بلاي ستارس بلاي أفخم منصة فيديو ستريمين في كل الشرق الأوسط أفلام ومسلسلات بالعربي والإنجليزي The Ultimate Fighter كل نزلات الـ UFC الأرشيف الحالي والقديم بالتعليق الإنجليزي والعربي مسلسلات أفلام فيديوهات موسيقة رياضة كرة قدم اللي بدكم إياه نزلوا تطبيق ستارس بلاي ادعمونا واتبعوا بستارس بلاي ونراكم الأسبوع الجاي على الحلقة 139 بحقنا بس مساك وورد مع الطار ياسمين شباب صبايا أيمن مسكين وك طارئ اهدى كتير حكيت انت لما هو شي يبدأ اسكتلة تندم عكس لوز وسكر زيهم أبيض أسمر طارئ عمية مزخر أيمن بس بتحضر نفس الطايتين عا أكبر شوي لو تحكي قدامه راح يبلعك ناي زي راقنا رايما ياخذوا طارئ بالاقن